مع قدوم موسم الأعياد والعطلة المدرسية، اختار بعض الأطباء في القطاع الخاص في فرنسا إغلاق عياداتهم لمدة أسبوع احتجاجاً على ظروف عملهم. ضاربين عرض الحائط حاجة الناس إلى العلاج في هذه الفترة الحرجة من السنة. ولقد تسبب هذا الإضراب بالضغط على المستشفيات، وأيضاً على بقية الأطباء الذين فضلوا إبقاء عياداتهم مفتوحة لاستقبال مرضى الحالات المستعجلة. كحال هذا الطبيب العام الذي بقي على رأس عمله. عمل ازدحام كسر عن اللازم بدل ما المريض يوقف بدون موعد. على الانتظار ساعتين، مثلاً صار يوقف ثلاث ساعات. كم هائل بالنسبة للعيادات الخاصة وبالنسبة أيضاً للمشافي الحكومية. أنا ما مع أي أضراب إذا كان يأثر على المواطن بشكل مباشر. ويطالب الأطباء المحتجون بمضاعفة تعرفة الاستشارة الصحية من 25 إلى 50 يورو لتشجيع الطلاب على هذه المهنة، بعد أن تسبب عزوفهم عنها بما يسمى بالتصحر الطبي، أي بالنقص في عدد الأطباء خصوصاً في الأرياف، والذي يعوضه عدد من الأطباء المهاجرين. الرواتب للأطباء العاملين في القطاع الصحي، سواء أطباء أو ممرضات، هي لم تتغير منذ حواري 20 عام. أضف إلى ذلك مشكلة التضخم الذي نشهدها الآن في كل العالم، حتى أن نتيجة هذا التصحر الطبي وحذه المطالب المشروعة والتي أدت إلى عدد كبير منهم إلى ترك عملهم، أدى ذلك إلى زيادة ضغط العمل على النسبة التي بقيت في المستشفيات. وكانت الحكومة الفرنسية قد دعت الأطباء المنضربين إلى تحمل مسؤولياتهم، والعودة إلى العمل خاصة مع استمرار أزمة كوفيد وانتشار أمراض معدية أخرى. في هذه الفترة الحرجة من السنة خلال الأعياد والعطلة المدرسية، شل إضراب الأطباء المؤسسات الصحية مسبباً ضغطاً كبيراً على المستشفيات، خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والإنفلوانزة الموسمية. زين عدي العربية، باريس. ترجمة نانسي قنقر